شدد وزير الداخلية على ضرورة عدم تغول الأجهزة الأمنية والحكام الإداري على حريات المواطنين والموقوفين إداريا مشيرا إلى أن هناك جهات تقدم أرقاما مبالغا فيها حول أعداد الموقوفين إداريا واخلال اجتماع للجنة الحريات العامة النيابية لبحث موضوع التوقيف الإداري والإقامة الجبرية والجلوة العشائرية بيّن الوزير أن أعداد الموقفين إداريا في الأردن تبلغ 678 موقوفا تنوعت قضاياهم بين تجارة المخدرات وفرض الأتوات والسلب وجرائم القتل وحول اقتضاض السجون أقر وزير الداخلية بذلك مبينا أن هناك 7000 سجين محكوم زيادة عن الطاقة الاستيعابية للسجون من جانبه رئيس لجنة الحريات العامة دعا إلى مراعاة الجوانب الإنسانية لحالات التوقيف الإداري فضلا عن تجديد العقوبات على أصحاب الأسبقيات ومطلقي الأعيرات النارية ما ورد في الوثائق العشائرية على قضايا حدثت في مادبة يعني قلنا الجلوة زي ما أقرى شيخ الأردن لأول مرة تصير في تاريخ الأردن على التلال في قضية في مادبة جزمت في هذا الكلام وماشي فيه الآن حتى يصبح معيار مقبول لدى المجتمع القضية للخنغول السند القانوني ضروري حتى يمكنني أن يأدي الواجب لكن دائما نسأل الأفضل أنا أعتقدر كل القضايا التي تتفضل فيها لأنه موضوع اتمامي وأنا متابعه قضاياك الخاصة التي تتفضل فيها سأجاوبك عليها غطي أي واحد يطلق النار ستكون هناك عقوبة مشددة عليه ومغلضة وحتى لو كان تقدم للقضاء إذا حسينا أنه والله مستهترين لأنه حيانا عند القضاء بيجي بشهود أنه وكان موجود وهو كان موجود ويطلق النار فبالتالي إحنا عندنا خناعتنا ونعرف شو الموضوع فبس حبيت أني أوضح هاي الموضوع ترجمة نانسي قنقر